تقرير عن المؤتمر الصحفي لكالوس كيروش وبعد كده فاصلوا بعض الفاصل أحمد سابت وكريم سعيد موسيقى 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 بسلم على الناس كلها وهم مساء الخير طبعا موسيقى بشكرني طبعا على الترجمة اللي انا بعملها النهاردة ومن خلالي ان انا تواصل معاك ومع الاعلام المصري كله موسيقى سعيد جدا بالعمل مع الاتحاد المصري موسيقى 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 هذا الوقت للتعليق هذا الوقت العمل ليس الوقت الكلام ويأتمنى ان الناس ستفاهم كده لدينا سباة كبيرة لدينا سباة كبيرة لدينا سباة كبيرة لدينا سباة سباة مونتان بشكل سوى سوى مزيد أو 90 مينتين لدينا جابة قدامنا لازم نتجاوزه من خلال التوز بالست نقاط إن شاء الله المباراة التي جاية وهذا ما سوف نفعل لنبدأ العمل اليوم لكي نتجاوزه كيف سوف نتجاوزه هذا المونتان ونقاط المدينة من 105 مليون الناس في إجيبت لدينا جابة بيقول لازم ننبأ الشغل عشان نتسلق الجابة ده ونحقق حلم 105 مليون مصر أريد أن أصبح أكثر قمنات موقعاً نحن نعود لكي نتجاوز نحن 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 نجد الخصوص ونحن نتجاوزه ونحن نعم ونزود وبإذن الله نوصل لقمة المجموعة من خلال الفوز المدرب دايماً بيحتاج الوقت كتير 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 يعني والفواعد الفيفا طبعاً اللي بتحرمنا من كل اللاعبين كل المدربين في مصر بيشكرهم على التعاون هم يعني معنا انهما سمحونا انه هناخد اللعيبة في المعسكر القصير ده قبل المبرات الليبين يشكر المدربين والمسؤولين والأندية على السمح لللاعبين بالتواجد معاناً بالتحديد اللعيبة كمان عايز يشكرهم على ان هما متواجدين معاناً كل اللعيبة اللي اختارهم للمنتخب كلهم كانوا من خلالهم من خلالهم جداً ومعاناً درسهم كويس جداً جداً وشاف مباريات كتير لهم بالطريق الفيديو قبل ما ييجي و لما جاء وشاف مباريات اللعيبة 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 اللعيبين سوف يساعدنا بإمكاننا مباركة لتشاهد للمبارك و هو واصح جداً في القرارات اللعي أخذها إن شاء الله تجاهز الفريق اللي بي بي عين بيقول يعني أنا موجود معاه في الجهاز مصر عندها تاريخ كبير وقوة كبيرة في عالم الكورة و بيأكد إن التاريخ ما بيفس بالمباريات لازم نبني فريق و نعمل مجموعة قوية برغبة قوية نحن نعمل تاريخ جديد للمجموعة اللي موجودة ده وقتنا عارفين المسؤولات اللي علينا بمساعدة ربنا إن شاء الله و المجهود نقدر نعمل كل حركة لست كنا أقوم بأسر بأن البشر اللي بي اسروا لسي قصق أعرف أن البشر اللي بي و المسؤولي البيا يتابعو المباراة و المؤتمر الصحفي فهو تبعو معلومة تخص نعمل تبعوه عندما تبدأ المباراة سوف ترى كيف سنفعله عندما تبدأ المباراة سوف تعرف الطريقة اللعب عثي إلا أنه لا يهمل كيف نتعلم الناس يجب أن نكون أفضل أفضل من البشر منهم بيقول بأي طريقة هنلعب لازم نكون أفضل من الفرين المنافس بيقول لك أنه في خلال كما قال اتفرج على المباريات السابقة كلها مباريات كتير جدا لكل اللعيبة وبنان عليه اختار اللعيبة ومعن عليه اختار اللعيبة شاف مباريات كتير للاهلي وللزمالك وللبقية اللعيبين اللي موجودين في الفرع الأخرى وشاف كل اللعيبة حتى المحترفة اللي بتلعب في الخارج وعنده صورة واضحة للاعيبة كلها المصريين سواء هنا او في الخارج بعد هذا المنزل ستكون مستعدة لتلعب في مباريات ليبيا بعد المعسكر ده مباريات ليبريا هنعلن اسماء اللعيبة اللي تبقى جاهزة لمباريات ليبيا وعمل مقابلة طبعا مع الأستاذ أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وتكلم في اللعيات دي طبعا وهيعلن وقال رأيه في اللي المفروض يتعاملي كل مدرب وليه طريقة وليه شخصية في التعامل وليه طريقة في تحديد الكابتنين بيشايف ان محمد صلاح هو الكابتن للفريق وده القرار وده مناسب وجهة نظره كما قلت فكرت نهاي هنا بمباراة وحدة بستة أجزاء أجزاء جارية غيبية آجزاء جارية غيبية آجزاء جارية غيبية وده غيبية في أجزاء مجموعة مباريات كلها اللي بقى وحدة وحدة كأنها مباراة واحدة فمقسيمها أجزاء ساعة وباسس على التعتمد لا يحتاج إلى أن نكون مستعدين لتعامل الول كاب لكننا يحتاج إلى أن نكون مستعدين لكي أفضل من ليبيا فهو كل ما في دماغه وتفكيره أننا نبقى إن شاء الله أفضل من ليبيا لأننا نبقى إن شاء الله أفضل من ليبيا إذا نحن أفضل منهم إن شاء الله لدينا فرصة كبيرة أن نحن نفوز هو عارف لعيبة المنتخب الوطني كويس جدا أعمل مع الكثير من المنتخبات كبيرة في التسفيذ كاسعنا هناك أشياء أشياء أن أعرف عندما يأتي إلى المنتخبات كبيرة لأفضل من المنطقة إن اللعيبة عندما يأتي من المنتخب بلدها تبقى عايزة تعمل أفضل وأحسن حاجة وظيفته ومهمته أن يجعلهم يقدوا أفضل حاجة عندهم وأحسن حاجة عندهم ويجعلهم أفضل من المنتخبات كبيرة لأفضل من المنطقة ويجعلهم أن يجعلهم أن يجعلهم أفضل من المنطقة يعرف أنه عايزهم يعرفون أنه لما يلبسوا فانالة المنتخب الوطني هم بلعبوا ويمثلوا الشعب المصري كله لا يهم شيء أفضل لا يهم شيء أفضل من المنتخبات